good morning my student how are you today we will take the last challenge اليوم نأخذ التحدي الأخير for unit 6 طبعا اليوم إن شاء الله بنأخذ التحدي آخر جزء من الوحدة السادسة هيك بنكون ختمنا المنهاج بيظل علينا بكرة فقط المراجعة حل المراجعة now open your activity box نفتح كتاب التمارين page number 60 صفحة 60 write the date of the page نقطة بالتاريخ عراس الصفحة today is the 23rd of December 2020 the challenge التحدي find the words أوجد الكلمات what can you see here شو أسماء الأشياء اللي إحنا شايفينا هون chair chair listen and repeat chair key 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 معناها مفتاح key key طبعا مش لازم الطالب يكتب بالأزرق أنا بأكتب للتوضيح key book case book case book case stereo 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 computer 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 the last one is phone اللي هو الهاتف نعيد chair كرسي key مفتاح book case مكتبة stereo مسجل computer computer phone هاتف الآن بدي أوجد الكلمات هاي in the snake داخل الحية نبلش stereo نحط عليها دائرة أو نلونها computer 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 chair 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 كرسي phone 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 طبعا ال-P مع ال-H تلفظ-F phone هاتف book case book case book case اللي هي المكتبة the last one is key key مفتاح now let's move to exercise number two draw أرسم الآن بنا نرسم الإشي التالي حسب التنسيق الموجود tv key key tv key key tv key key يعني نرسم مفتاحين هون وهون عشان نكمل الرسنا here number two key bid bid plant plant أعيد key مفتاح bid bid تاخد تاخد plant plant نبتة نبتة نرجع نعيد من الأول key bid bid بعد البد bid شو عندي plant plant فإذا هون بده تكون plant وهون بده تكون plant نبتة فنرسم هون plant plant نبتة exercise number three write the missing letter the missing letter is key الحرف الناقص عندي بالتمرين هو حرف key kitchen نقرأ الكلمات نعيدها وراء المس kitchen 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 مطبخ plan kit plan kit plan kit حرام key 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 مفتاح book case book case نكتبه skateboard 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 لو حت تزلج kite 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 طائرة ورقية park 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 حديقة notebook 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 دفتر let's move to the last exercise نواخذ آخر تمرين find the odd one out اوجد الكلمة الخارجة عن النمط طبعا ضروري نعرف معاني الكلمات bedroom غرفة نوم plant نبتة kitchen مطبخ bathroom حمام بنلاحظ انه bathroom kitchen and bedroom غرف موجودة داخل البيت لكن كلمة plant هي نبتة فشو بنحط عليها دائرة خارجة عن النمط number two chair كرسي pair dub table طاولة book case نكتبه بنلاحظ انه chair table book case هي اشياء جمادات موجودة يعني اجسام جامدة مثل هيك موجودة وين موجودة بالبيت chair table book case لكن كلمة pair معناها dub هي اسم حيوان بنحط عليها دائرة wardrobe خزانة chair كرسي table طاولة كلهم اشياء موجودة بالبيت لكن اخر اشي palace قصر هي مش اشي موجودة بالبيت palace فبنحط عليها دائرة هيك بنكون يا مس ختمنا المادة الحمد لله بيظل علينا فقط المراجعة الموجودة فيه كتاب الطالب بكرا بناخدها good luck ويعطيك العافية